تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا البرنامج الخاص الذي نناقش خلاله آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية ذلك على ضوء تطورات الدبلوماسية الأخيرة ماذا يعني قرار الإدارة الأمريكية تقديم مشروع مسودة قرار إلى مجلس الأمن يهم توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسانة ما هي مخاطر ذلك على الوحدة الترابية للمملكة؟ كيف سقطت الإدارة الأمريكية في فخ الأطرحات المعادية؟ ما هي انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية؟ وما الأجوبة التي على الدبلوماسية المغربية أن تقدمها على كل هذه التحديات؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوفنا الكرامة الأستاذ عبد الكريم بنعتيق الأمين العام للحزب العملي مرحبا بك سيد الكريم في هذا النقاش مساء الخير أستاذ كما يشارك معنا في هذا النقاش أيضا الأستاذ عبد الرحيم المنارة السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية والتحليل السياسات مرحبا بك أهلا ويستعدني أن أصاديف أيضا في هذا النقاش الأستاذ عبد العليم السطور رئيس منتدى المواطنة مرحبا بك أستاذ الكريم كما نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أنه يمكنكم التفاعل معنا على صفحتين على الفيسبوك وتويتر على الهاشتاغ سبيسيال الصحراء أستاذ منعتيق مدمعك حتى نبسط للمشاهدين ما الذي يعنيه أو ما هي الخطورة التي يكتسيها هذا القرار على الوحدة الترابية للمملكة أولا هذا القرار يمكن نسميه أستاذ العزيز بأنه مفاجئ لأن أمريكا كبيت أبيض وكتوجه ديبلوماسي منذ زمان حرصت أنها تخلق شروط تقارب ما بين الطرفين باش تساعد على تكون مفاوضة حقيقية لطي هذا الملف إذن مفاجئ غير مفهوم يمكن الواحد يدخله في إطار الصراعات اللي كان الآن داخل البيت الأبيض لسيما الجنح اللي وصل مؤخرة للديبلوماسية الأمريكية اللي هو كيري اللي معرف أنه جنح مرتبط بمجموعة عمل القضايا منها دعم انفصاليين أنا لحد الآن كان نضعف هذه الخانة وما يمكنش يكون إجماع أمريكي حول هذه الخطوة لأنها خطيرة ده أريد أن نضعف سيقها مني كان نضعف سيقها من خلالها كان ديرو كديرك قراءة قراءة متأنية عميقة ماشي متسرعة قراءة التقرير اللي قدموا الأمين العام لأمم المتحدة في هذا الشهر هذا مني كانت دي القراءة كانت تلقى فيه بالفعل جموعة من نوقات إيجابية اللي أكد عليها ولكن في نفس الوقت كانت تلقى جموعة من نوقات سلبية اللي مؤشير كانت هي الواحد تغيير ربما قد يطرأ بضغط من تيارين أمريكي داخل الديبلوماس الأمريكية يمكن يأثر على موقف الولايات المتحدة الأمريكية ونبغي تنقف عند مجموعة من نوقات اللي وردت في هذا القرار باش تكون قراءتنا قراءة متأنية ماشي متسرعة ونضع الأشياء في سيقها أسر العزيز المغريب بعد حرب ليل 17 لسانة قبل في انطلاقا من 180 أنه يبحث على تسوية بتدخل الأمم المتحدة إذن قبل وهذا كله كان تحت المنتظم الدولي بعد حرب المغريب قبل يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار هو فضعية عسكرية منتصر بنى الجدار الأول الثاني والثالث ولكن دائما كانوا سبق إلى السلم لا سيما بعد تدخل مجموعة من الكبار على المساول الكوني والذي اعتبروا أن هذا الحرب يجب أن تقف إذن المغريب في 88 قبل أن الأمم المتحدة الأمم العام يعين مبعوث خاص وهذا جافت تسوية 621 التي تم تصويت عليها مطاف مجلس الأمن سنة 1990 في 91 جاءت توصية أخرى 690 والتي تعطي المينورسو والتي حدثت لي الاختصاصات دياله في 4 واضحة في النص ومعنا الأستاذ الجامع الأستاذ مناصليمي معروفة النص عندما يوقع يصبح قاعدة شرعية قانونية في العلاقات الدولية لا يقبل لأن توقع مطرف طرفين تحت إطار الأمم المتحدة ما يقولون المينورسو عندها أولا سنصر على وقف إطلاق النار عملية تقنية عسكرية محضة جوج تراقب تحركات القوى العسكرية للطرفين تراقب تحركات القوى العسكرية للطرفين ثالثا ساهموا تنظم عملية تحديد الهوية من كالاستفتاء مطروح رابعا ساهم في تنظم الاستفتاء أضع بعض النقاط لعند المينورسو لأن أصبح الأمين العام والممتحدة يطرح في التقرير أن هناك اختلاف في تأويل مهم من المينورسو لا يوجد تأويل بحكس لا يوجد تأويل النص واضح وإلا أن يقول للمغرب أعافك الله أكثر يجب أن ترجع لطيف المفاوضات ونريد أن نضيفه إضافة لتوسيع خصصات المينورسو ونريد أن هذا المغرب قبل أن تضيف المفاوضات لا ننسوا بأن الذي يجب 91 مفاوضات مرات 4 سنوات ماراتونية في هذه المسؤولين كبار إذا الذي يجب 91 و90 وقف إطلاق النار ويجبت هذه الخطوات وإلا من يضيفها في التقرير الأمين العام بمعنى عنده رغبة يغير مجرى الأشياء بشيضيفه اختصاصات أخرى بشيقوله حق المغرب وكأنه الدولة كتحق الإنسان وبأنها دولة مستعمرة ولكن ألم يخطئ سواء بنكيمون أو كريستوفر روس العنوان عندما يتحدث عن هذا المدخر الحقوقي للحديث عن توسيع مهمة المينورسو المفترض أن المعني بهذه المقاربة الحقوقية هو الطرف الآخر وهذا بشهادة منظمة دولية شوف إلى قريتي تقرير وكتشوف بعض المرجعيات أولا أنا أفاجئ فجأته وقريته بشكل متامعين أنه تعتبر منظمة تقرير كنت مرجعية في حين الطرف محيد ما تقول القواعد الدولية المعايير لا يمكن أنت تمشي وتشوف حق الإنسان إذا كنت طرف غير محيد معروفة هذه معايير دولية في القانون المقارر معروفة تتمشي تلقي المحترام معايير لكي تكون قوة الملاحظة والملاحظة المحيدة يشير لها يقول المنتظم الدولي منقاسم في قضية الصحراء المغربية منقاسم ماذا أن الناس منقاسمين لماذا أنت بريد أن نحاز تقول أن الناس من الصحراء منقاسمين أنا بريد أن نعاف لماذا أعتمي أن الناس الوحدويون وكي الناس اللي معانفصال وتقول منقاسم وهذه كلمة منقاسم في القانون دولي صحيبة خطيرة هذا مصطلح قانوني لماذا أعتمت ما هي الألية التي أعتمت عليها وفي نفس الوقت يقول أنه أنا أعتمت وهذه في التقرير على 19 رسالة بعتها لي رئيس البوليزاريو وكأن رئيس البوليزاريو مرجعية كونية في تحديد وهذا أمر خطير طيب أستاذ مانار بهذه الخطوة الأمريكية ولكن يعني كثيرون أيضا يعني أعربوا عن أو كانوا يتوقعوا مثل هذا الموقف الأمريكي بالنظر إلى يعني سلوك كريستوفر روس منذ يعني إمساكه بهذا الملف وطريقة تدبيره لهذه المفاوضات هل تفاجأت أنت بهذا الموقف الأمريكي أولا لا يوجد المفاجأة في العلاقات الدولية لا يوجد توقع الإدارة الأمريكية كانت تحولت كانت إدارة جمهورية الآن كانت إدارة ديمقراطية إذن دائما كانت الخاصية ديال التوقع ثانيا أن الولايات المتحدة الأمريكية كيمكن لها تغير الرأي ديالها في أي لحظة أعلاش لأنها كتمشي على حساب المصالح رغم يقال الخطابات اللي كتكون ديال الأمريكيين حال الخطاب اللي أعطانا هنا مثلا السفير اللي كيروج هنا رغم ذلك المصالح هي المحدد المصالح هي المحدد ولكن كان حويج خورين وهو أنه المغرب ربما ونحن كان نقشو ما كانش عندنا ديمة ديال الطبيعة الهجومية ما كانستعملوه بزاف دائما في موقع ديال ديال ديفاع المغرب ضروري بنسبة إبداء النية الحسنة ودائما يعني هذا عناصر ما كنشف علاقة دولية العلاقة دولية فيها احتملك نقوله التعاون ركين فيه المصلحة الولايات المتحدة الأمريكية عندها مصالح في المغرب كما عندها مصالح في الجزائر مثلا إذن من هنا لا يوجد المفاجأة ولكن فين كين المفاجأة المفاجأة هي هذا السؤال المطروح واشهد فعلا مشروع قرار ديال الإدارة الأمريكية ولا مشروع قرار ديال لو بداخل الإدارة الأمريكية قصنا نميزه بنادج حويج وراف ذات المعلومات الآن كتبيا بأنه كين خلال بين واضح الآن بأن المشروع ديال القرار ماشي ديال الإدارة الأمريكية ولكن السؤال كيف لمنظمة غير حكومية مغمورة أن تجر الإدارة الأمريكية لسقط في هذا الخب السيدة الموجودة الآن في الأمم المتحدة أخطأها معروفة صدامية وعندها مجموعة ديال المخطأ إذن واضحة لا ليه خطير وهو سؤال اللي خصويت طرح واش أصبحت أمينة حيدر كتوجه السياسة الأمريكية هذا ليه سؤال خصويت طرح لأننا لاحظ معي هنا أمينة حيدر اللي هي ما كنتميش حتى لما نهطيق ديال نزاع ما كيناش في الإحصاء ديال 74 ديال 74 ديال 74 ديال 74 ما كنتخرجوهش بزاف ما عنده علاقة كيفاش كتأثر على مؤسسة كنا عرفوا هذه المؤسسة أنها منحازة وكيفاش كتأثر على لوبي داخل الإدارة الأمريكية اليوم كينتصريح ديال كاتب الدولة كيقول بأنه إحنا ميمكش أننا نفقده واحد الحليف نجازفه في حليف اللي هو استراتيجي اللي هو المغريب إذن كين خلال هذا الخلال أولا كين من هنا نبدأ من ما بين هذا السيد اللي هي مسؤولة على القرارات ديال أمم المتحدة ديالولايات المتحدة داخل المنظمة كينة مسؤولية ديال التعامل مع هذا المنظمة ديال المجتمع المدني والليبانت بأنها منحزة وكينة مسؤولية ديال ديال الصفارة الأمريكية لأنه يطرح سؤال ما هي طبيعة سنأتي لهذا سؤال في سيقنا غير كريستوفر روس كريستوفر روس كان نظن بأنه الكل واضحي الآن كان خطأ في المغريب أنه يبقى أنه يستمر علش لأننا ربما ستكون عندنا ذاكرة في القضية ديال الصحراء كانت عندنا الاستنتاجات ديال المبعوث الأممي فالصوم قال بأنه يستحيل أو حل الدولة سادسة هو هذا خبير وعنده عنده الأدوات اللي قال هنا كان هجوم ديال الجزائر البوليزاريو جانا كريستوفر روس أولا بثاف ديالناس في اللول لم يطرحوش هاد مسألة من اللول كانيبان بأن هاد السيد عنده علاقات مع هاد الأطراف معروفة عنده هاد الأطراف ما بقاش الموضوع هو المفاوضات نجيبوا الناس من هنا أو نلقيوا الناس من هنا سما واحد لو قيتها واش هل هناك واش كينشي ديبلوماسي يقول قضية صحرخصي وندعو الناس صحاب أهل الخير هذا نوع من تهكوم معناه بان سيد بأنه نحاز فهد الميل فهد إذا كرخصي يوقف في واحد المرحلة لأنه نظن بأنه استمر من لي استمر استمرات مع هل المخاطر أكثر من ذلك أنه في جميع تصريحات دياله في جميع تصريحات دياله كلها تقريبا انتقاد المغرب وضد المغرب بين بأنه الحياز وما كينش هو الدور دياله واشنه هو دور كتجي كتشوف المفاوضات كتقرب وجهة النظر هذا هو الدور مسهل ما بقاش كيلعب الدور ديال الوسطة بل أخطر مسألة أنه وليك ينصق مثلا مع الصفارة الأمريكية لولد كتر في أحد المرحلة على ما يسمى بديبلوموسية الموازية بأي حق هذه دولة لعندها السيادة هذه قاعدة أخطاء لربما طيب نحن باشي مرحلة ديال السرد أخطاء ولكن خصنا نتبه لها أدم بعود أممي كان متوقع أنه غير دي الملف يعني ما وصلنا إليه هو نتيجة طبيعية لها نتيجة بمعنى كان يجب الانتباه لماذا؟ لأنه اخذينا قرار باش يوقف تعامل ولو تكون ضامنات لأن استيابترين كان يتحدث على تقرير تقرير مرتبك ديال الأمي مرتبك تقرير فيه إيشادة بالمغرب أولا باش نقرأه قابل قعد تأويلات وتقرير هنا رأي كل لغة ستكون موزونة فيه كين إيشادة بالمغرب بالآلية ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيه واحد مسألة كيتحدث على آلية للرصدة كيتحدث على آلية للرصدة قابل لك على ومستقلة في حوج أنه المرجعية المرجعية وكيف تعتمد على 19 رسالة ديال 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 عبدالعزيز بمعنى عبدالعزيز أنه نقول هذا اللغة كيتكسل في المخيمات وكيتسافت الرسالة بأنه كين خرق وش أنت عندك وش عندك الأدوات طرف هذا النزاع طرف هذا العملي ولكن بالمقابل كين ثلاثة الرسائل ديال المغريب معناها هنا شنو شنو كن ديرو حني لما كانش تكون حرب ديال المواقع ريسالة بريسالة معناها كتكون هد 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 أستاذ مستور عطفا على ما تفضل به الأستاذ مانار والأستاذ بن عتيق هل يمكن أن نتحدث عن مقاربة أمية جديدة لنزاع الصحراء لا أنا كيبلي هذه أمور سابقة لأونية ولكن أنا بريت نأكد بأننا نحن كنتكلمو كما شار الأخ بن عتيق والأخ مانار هذه سياسة دولية وتدبيرة سياسية وخصنا نتعمل معها بعقلينية بدون تبسيط وبدون تهويل ومن بدوش نتكلمو بحاله هدو شي إخوان في شي ضار شي واحد في شي موقف هذه دول وسياسات وفاة تعاطي نحن أصحاب قضية قضية عادلة خصنا نكون عندها استراتيجية واضحة من شروط استراتيجية هو دير التوقعات وقدرة استعب كل المستجدات والطوارئ ونحن هدي مناسبة نأكدو بأن المعول على نفسنا أولا نعاول على ريوشنا كمغاربة نعاول على التقيق المشتركة بينتنا كمغاربة نعاول على حسن التدبير والريدة والنخيرات والمشاركة دي المواطنين دينا في الأقليم الجنوبية ووطنيا والمواطنين المغاربة في المكان وهذا هو المعول عليه الشيء الأخر كله هي معطيات إضافية كنستعملوها في إطار يعني العلاقات الدولية والتعاطي الدولي ولا الصيرع من أجل الوحدة الترابية ولا التعاطي السياسي هذا المسألة الأول المسألة الثانية اللي بريت نشير لها باش توضح هذه الفكرة ديال المبادرة السياسية ديال الولايات المتحدة الأمريكية بمسودة ديال التوصية لتوسيع مهام المنورسو إلى مهمة المراقبة والرصد ديالوضع الحقوقي منذ خمس سنوات الجبهات البوليزاريو والحكام في الجزائر وخصهم الوحدة الترابية كي يضغطوا من أجل نقل المعركة إلى داخل المغرب بعد المقصر حد الحكم الداتي اللي في الحق خلق واحد الوضع جديد على الأقل كان معطاق قوي فرض على وحدة دات الجهة تعود تحليل ديالها وتعود لمواقف ديالها مع تحولات دولية وإقليمية ووطنية في الحق ما بقى تشي هاميش ديال التناور أمام للبوليزاريو ولا الحكام في الجزائر وعش كنقول التناور وهنا الفرق ما بين المغرب وما بين الناس للبوليزاريو والحكام في الجزائر المغرب عنده قضية وكي يصرف بشكل مسؤول وبغي يحل هذا القضية بشكل مسؤول وبشكل ليحمل وحدة الترابية ليرضي المواطنات والمواطنين في الصحراف الأقاليم الجنوبية أو لخارج المغرب وفي نفس الوقت يخرج للمنطقة المغربية من وضعية ديال الجمود والتشدون أما المشكلة اللي لدينا أن البوليزاريو في الجزائر هم الناس اللي تقريبا ما بقى عندهم هداف فاللي كي يهمهم هو التناور وتالي رأيدي مطالقة كتر من نحنا ايدي مطالقة هذي الناس بدون كيف يفكر هذي خمس سنوات ينقلوا المعركة لداخل المغرب ومن أهم وسائل نقل المعركة هدك الافتعال ديال الاحتجاج والاستيضام اللي ما كيبقاش في المجال الحقوقي العادي ديال حق الناس في التعبير على الأراء ديالهم وعلى مواقفهم من الوحدة الترابية كيمشي الاستيضام بالسلطات العمومية والمس بالسلامة ديال الممتلكات وبالفضاء العام وبالحرية العامة للناس الغاية إذن أراها مسألة لا ينصر المفاجأة ما يخصوش يكون عند المغرب يعني هذه خمس سنوات بغيت نضيف مسألة أخرى شارو لها لأخوين الأخوين بن عتيق ومنار هو تقريب الأمم المتحدة موضوعيا فيه بزاف ديالي سيناريو فيه هذا السيناريو هذا يعني المسألة الطرح والأطروحة ما جديداش اللي جديد هو تبني الأمم الولايات المتحدة الأمريكية هنا فعلا كان طرحوا سؤال وعلى نفسنا ماشي باش نتباكعوا بكل موضوعية مادة تريد وفي نفس الإطار هذا سؤال مهم ونضيف عليه سؤال آخر لأستاذ بن عتيق بيت نكمل هذه الفكرة الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تريد علاش أولا الولايات المتحدة الأمريكية ملتاز مع رسميا أنها تدعم حل سياسي متفاوض عليك مكتنص الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية تعلين وتلتزين بأنها معركة الأساسية دولية هو القضاء الإرهاب والجريمة المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الأمن القومي الأمريكي راهين بالاستقرار والسلامة والأمن في منطقة العربية والمغاربية والآن في منطقة جنوب الصحراء أمام هذه الوضعية كاملة من اللي الولايات المتحدة الأمريكية كتطرح واحد المؤطن لمن شأنه أنه إرجعنا الستاتيكو ويديم التوتر في المنطقة ويزيد يضعف الوضعية اللي هي الشيء أمنيا كنتطرحه سؤال هذا سؤال مهم أستاذ بنعتيق ماذا تريد يعني الإدارة الأمريكية هل نتحدث فعلا عن تحول في الموقف الأمريكي أم كما يقول البعض أن هذا القرار ليس بالضرورة ضد المغرب ولكن هو يعني في إطار يعني نظرة جديدة لواشنطن في المنطقة بمعنى أن نقص كلها بالدريجة نعيد ترتيب يعني نضمسو كرطة وش هذا شي يندرج في هذا السياق هذا أنا منتفق مع الإخوان سيمانار سيمسور أنا نخص نقص العمق الأشياء لأننا نحن في مرحلة انتقالية يمكن نقول بنا مرحلة انتقالية وبقي خيوطها ما كاتبانش بزا فاوسر بقي خيوطها ما بيناش هذه اللمسات الأولى اللي ربما تنتش عليها توجه ممكنش نقوله توجه أو ترتيب أو راق أنا بريت نرجع الأشياء أولا تحجم كتمنعنا وأنا متأكد دفعاتنا نعيد النظار في مجموعة أشياء في التعاطي معامل في وحدة التربية أنا فرحان لأن أولا خلقات ديناميكية في الجبهة الداخلية وأن الأشياء أباقي ما تحسمت جوج عندنا معطيات شخصيا بأن الديبلوماسي تشتغل بدأ كاستراتيجي فضل حظات وفرض موقف مريب وفي نفس الوقت ستجعلنا نعيد النظار في مجموعة عن القراءات التي تحتاجها بحسن نية ومتفق مع السيسليم السلمستور لا يوجد حسن نية كان مفاوضات طرفين كان هناك مصالح والمصلحة تعني أنك يجب أن تأخذ حقك ويأخذ حقوق نحن لدينا حوار استراتيجي مع أمريكا الأول نضع شطر مدام أن أمريكا بين دول القلائل التي تفتح مع إمكان الحوار استراتيجي والمغرب نضع نضع حوار مع صناع القربيط الأبيض ما نريد مع هذه المرحلة هذه وما هذه المبادرة جوج نحن من دول القلائل التي تتفق شراكة مع أمريكا باختيار أمريكي نحن والأردن دول قليلة بمعنى اختيار استراتيجي عند أمريكا أنه يدير اتفاق شراكة مع المغرب إذا المغرب هو امتداد استراتيجي في توجهات الأمريكية وما هذا تحوول الإدارة الأمريكية الإدارة الجديدة كتتحمل مسؤول ديبلووس بغا تصفيد تركة الإدارة السابقة نحن لا نعلم لكن هذا لا نعلم لنحن نحن أنا متفق مع الأسد منار تقريبا أشياء إيجابية ثلاثة أو ربعا جاب أن المجهود الذي بدلوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدل المجهود كبير في مقاربة جديدة تعاطية مع الصحر جاب تصور وشاد به دي المجلسل الأخيرة كانت تحتمت شروط المحاكمة العادية جيدا لكن هذا هو سم بهذه اللغة المغربة سم فيك كيف أريد أن أن المغرب منح لأن المغرب لأن المغرب يجب على الصحر وفد تيمة الاتحاد الإفريقي الاتحاد قبل البوليزاريو نحن 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 كيف أنت تقبل دولة وهمية وتأتي تزورني أنت تعرف مسبق قال أنه سلطة المغربية منعات بعض البرلمانيين يزوروا الصحراء نحن نعرف في كل التقاليد يجب على عرف الدبلوماسي لا يمكن التزور المسؤول في مؤسسة دون ما تدوز بالقناوات الدبلوماسية معرف هذا هذا لا يوجد أن نرى هولندر لا يوجد في العالم كله هذا أنه ربط اتفاقية صيد البحري بأنه رواعي قبل المغرب نعرف كان هناك إشكالية مالية حالي أنا أريد أن أريد أن يجدد قضاء كبرى إذن هذا كله يريد أن يصلنا ممتل خاص للأمم المتحدة وأمم الأمين المتحدة بأنه أولا نعيد النظر في البنت السادس التي أطر هذه العملية البنت السادس يقول يجب أن يصلح للحل والأمم المتحدة لا تقرب نظر لا يجب أن السادس أنا نعيد نظر بنت السادس يجب أن نجد المفاوضات بما فيها وإن وقف إطلاق لنا سنجعل العم كل المفاوضات كلها نحن الآن إذا نفت الاتجاه في أمريكا سنبني مرحلة لتهدم 188 وإذا كان أخ مستور نحن في الصحراء وهذا هذا إجمع وطني ونحن نحن لا نحن المغربة تدخل حرب وإنه هجوم متصالي ومنع من شراء الأسلحة في العالم كله وعند أعطونا الطيارات وعند وعند أعطونا الميراج كنا نحن سوق السوداء وإذا وقدرنا حرب مع أك وإن فقط لأن لدينا حرب وقضية والجهة الأخرى كانت ليبيا كانت الخبراء الفيتناميين الخبراء الكوبيين وقعت بأنه سنتهي هذا السراع لأنه وقعت سراع المعسكة الشرقية والمعسكة الغربي حسنا لنصل الخلاص الآن لا تسرع لكن أنا مطمئن بأن الآلة الدبلوماسية المغربية تحركة بشكل قوي الآن كيف لم يكن تحدث الأشياء الطرف الأمريكي ستحمل مسؤولية كبيرة لأنه سيخلق توطور ولمغربة عفهم جيدا بأنه لا يريد أن يجعل التوتور أول مدار ساحب الجلالة سيصل للحكم سيخرج من المعزيق وأنه طرح المغربة الحكم الذاتي الحكم الذاتي قال المؤخرا هو منطلق للنقاش أعطينا أنتم ما لديكم لكي نضيف المفاوضات لأن المفاوضات تطلب طرفين طرف الآخر تشبط وتقيل مصير وتقيل مصير من المستحيلات الآن إذا لأن المغرب عنده الصحراء المغربية في 266 ألف كلمة مبع ما فيه ولا مشكل في حين كان مشكل في الجهات الأخرى احتمال غدايك المشكل في 500 كلمة كلمة مع مريطانيا كان مشكل كبير في مالي كان مشكل كبير في ليبيا سنأتي لهذه النقطة في المحور الثاني في نفس إطار أستاذ منار تنسلت في الآوين الأخيرة مجموعة من الدراسات التي تصرها مراكز تفكير عالمية وأمريكية بالخصوص حول التروات الطبيعية خصوصا في المغرب هل هل هذه الدراسات هي بريئة في هذا التوقيت بالذات لا اللي بان هو أن هذه الدراسات مع الحلول كريستوفر روس بدأت هذه الدراسات مع الحلول كريستوفر يعني شيء ما يطبخ لا بان واضح منذ البداية بان التوجه هنا ربما ما عرفت وش كنتبه وما كنتبه بدأت هذه العملية رغم أنه كانت صراح ديال المستشار الملكي الفاسر في رئي أنا دك وزير الخارجية قال بأن المنطقة هذا الوضع ديال الاقتصادي الوضع ديال الاقتصادي أنه ربما تكلفة ديالها كبر من المسائل اللي كانت استفادوا منها ولكن ما هو التمهيد لك الخطورة كان تمهيد وهو أننا سنرى هذا المشروع هذا الذي ربما أسبق ومن بعد يجي مشروع آخر إلى تقبل هذا المشروع هذا يجي مشروع آخر وهو حماية التراوات إذن هنا رأيها الخطورة هذا المسلسل اللي كان جاي هذا المسلسل يقول بأنه كان مضر مليوح من طرف البوليزاري والجزائر القاول الحاضنة ساعدهم كريستوفروس في التجاه هذا كان يجي هذا الفكرة المشروع اللي يحول المهام المنسو وخرق القانون الدولي بشكل واضحين لأن أحيانا يجب أن تذروا باللغة القانون الدولي مع الأمريكيين لأنه هذا جانب ما يمكن تحول في الأول اتفاق هالشكل إلى حولته لأنه وقعت في مناطق في العالم لما وقعت التحويل أحيانا حولوا ما يسمى بليكاسك بلو هذه قبعات الأممية حولهم القوات متعددة الجنسيات ومعناها صعوبة للمسألة دخلوا المسألة الفصل السابع في القانون الدولي إذن هنا كانت هذه العملية ومن بعد سأتي إلى الحال أخرى ولكن فين عدنا هضرت على الملك نقرأ وتقرار فيه بزاف دي المعلومات ولكن فين كين عدنا نحن يقول خلال نظر عليه وهو ما لن لدينا الرصد مثلا يمكن لمشينا في الوقائع اللي وقعت هذو اللي طرح المهام المونيرسول المشي قانونية رأى يقدر يشكل خطار على حقوق الإنسان في المنطقة يشكل خطار لأن هذا الوفود الذي يدخل مثلا هنا هناك حالات مثلا مثلا ميكسيكي داخل ولا هو الذي ينظم في المخيم في الميزيك الذي يدخل إيطالي يدخل متنكر إيطالي هذا القرآن وداخل ما نقول هنا ما هي الوضعية التي يدخل المخاطر معنا هنا ترجع الفكرة عبد العليم ستور وهو تفكير النقل المعركة لوسط المغريد طيب بالعودة أستد منار لمسألة دور السفير الأمريكي في هذا أو في ما وصلنا إليه أي دور يبما السفير أو السفار الأمريكي في الرباط فيما نحن الآن فيه بش كون واضحين السفارات الأمريكية تشتغل بواحد طريقة جميع أنواع المعلومات التي تقع داخل البلد تنقل إلى البيت الأبيض ولو كانت معلومات يجلس معك يشرب معك قهوة ولكن يأخذ معلومات معروفة هذه إلى درجة أنك لاحظ معي أنت الأمريكي يحضر يكتب دائما وجميع المعلومات تفيدهم هنا كيف أن المعلومات التي تمشي خطأ المغرب تطور كلها تمشي العكس رغم أنه ويتم البناء عليها في اتخاذ القرارات في المركز رغم أنه كل شيء يعرف يمكننا أننا نقاش الداخل وانتقادات نتقد رضياتنا ولا قررنا مع تجاري وخرى لا مجال مقارن نقارن مع الجزائر ولا مع دول دول عربية كاملة تطور كبير وترسانة الحقوق التي هي كبيرة ولكن بأن المعلومات كان هناك خطأ أخطر من هذا أنه مجموعة الناس لأمام الكونغرس وحتضنتهم مركز ويقول لك هنا نعم نفاق في هذه العملية ولكن الخطر هو أن الناس الذين يتحدثون مع الأمريكيين كان هنا على فئات متعددة يتحدث الأمريكي هنا الدبلوماسية الأمريكية تتخدم بحل المستمع يسمعوه لا يريد أن تنقش معنا يسمع بمعنا يعطيني ما هو التصور وأنه يقع النقاش هنا مخاطر السفرة الدليل أنه الآن ربما السفير وضعية حريجة اليوم كان يقل مع الشباب وقعات العملية الإلغاء هنا معلومات لم يصحح لأن المتوقع هو أن هذه السفرة توضح تعطي رأي هذه الدولة رأي 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 نموداج رأي ما عادي الحوي هذه الدولة تقول الحقيقة من ناحية الأمنية وغرجة الدولة مستقرة بالمقارنة مع دول أخرى المتوقع أنها تشعر فيها العافية في أي لحظة ونحن نهضر على معطيات دقيقة هناك شريط يمتد من موريطانيا إلى سيناء ومن موريطانيا إلى الصومال شريط في الحدود الجزائر لا يضبط هذا العناصر كلها ممكن هذا كله كان تقرر اليوم كانت تحدث على واحد النقطة أنه كانت تهريب تهريب القيادات من توحيد الجهاد كانت تهريب من شمال المالي من طرف الجزائر هنا تقرر هذا فرنسي وفيه الماليين بمعنى تاموكي وتشاديين أعطوا هذه المعطيات تهريب إلى تجاه المخيمات معنى أنه يمشي في هذا تجاه دفع نحو المغرب ولكن المخاطر فين جاء المخاطر هي جاء متوقعة الموريطانيا لعمق استراتيجي إذا لم تنتبيه أنا هنا كنظن بأنه يجيب تنبيه الموريطاني لهذه العملية سنأتي لها النقطة في المحور الثاني أستاذ مستور عندك شيئا إضافة فيها أنا بغيت نشير أنا عود بغيت الرجاء ماشي ضروري نغرق دابا في اللوم ديال الآخرين الآخرين عندهم أهدافهم عندهم براميجهم كيحلوا بها هي أولا الموضوع سنعطي وحجمه منهولوش والقضي ويمسوا بالوحدة التورابية في نفس الوقت منبسطوش الرجعوا وهو القرار دولية المتحدة الأمريكية بوضع المسودة قرار سياسي ستانكت بوليتيك ماشي قرار حقوقي عنده خلفية سياسية ما عندوش خلفية حقوقية لأن التقرير الآخر ديال الأمين العام كيفاش ترح الأمور راه ترح بأنه كينجوش وجهة نظار كين وجهة نظار ديال جبهة البوليزاريو أنها المينورسو تولي عنده مهمة ديال مراقبة تورج حقوق الإنسان وكين رأي ديال المغرب لمتمسك بالاحترام الدقيق للمهام المنصوص عليها ديال المينورسو وبالتالي الولايات المتحدة المتحدة يرواعي أنها انحازت واختارت الطرح والخيار ديال جبهة البوليزاريو فهذه سياسة لمستوى الحقوق نحن ما منتظرين شي واحد أولا نحن كفعالية مدنية وكمناظرين حزبيين ونقبيين وجمعويين وإعلاميين المعركة الحقوقية واخدينها في المغرب كامل وفي الأقاليم الجنوبية منذ 1995 عمر المنظمات والحركة الحقوقية المغربية ما استسلت أو سكتت على أي تجاوز حقوقي في المغرب كامل الإخوان والإخوان ديالنا في المناطق الجنوبية الصحراوين والصحراويات الفائلين المدنيين والسياسيين وهم أكثر حساسية للموضوع وعمرهم ما استكتوه وخذوا عليه معارك كبرى المغرب الحكومة المغربية والدولة المغربية موضوعيا في السنوات الأخيرة بدل مجهود كبير أنها لعلى مستوى تشريعة القوان لعلى مستوى الآداء لعلى مستوى السلوكات ديال الأجهزة العمومية أنها تحسن ولكن ما زال يجب أن يكون مجهود كبير اليوم المغرب رأى بصدد دستور جديد مبني على القيم الحقوقية ومبني على الحقوق الفرضية والجماعية وهو داخل في مستوى ديال إعداد بناء العلاقات والسياسات العمومية ما بين الدولة والمجتمع وما بين المؤسسات والأفراد على أساس حقوق الحرية ثم اليوم المغرب أقرى واعترفة بضرورة مراجعة وإصلاح وتطوير النموذج التنموذي اللي كان في الأقاليم الجنوبية وجلالة المالك كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليهو بصدد مستوى التشاوري الآن ديال اقتراح رأي لشنا هي المرتكزات الأساسية وفق الرأي اللي كان عبروا عليه لأخوات والإخوان في الأقاليم الجنوبية لإعادة بناء النموذج التنموي أحنا هو فين كين الخطأ عندنا الحكومة الأمريكية عندها جميع المعطيات عندنا نقص كبير في صناع الرأي العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل أوروبا فين كين الخطأ ديال الحكومة المغربية هو الاستمرار في احتكار الميلف الاستمرار في احتكار تدبير الميلف في حين أنه المغرب من اللي اختار الحكم الداتي واختار التفاوض السياسي مع جبهات البوليزاريو معنى أنه رأي دخل الفضاءات الخرى ومجالات الخرى وفاعلين الخرين وكان خصوه هو مبدائيا وأصلا خصوه يشترك جميع في هذه الميلف لأنه هي وحدة وطنية وقضية وطنية خصوة تدبير وطني ومشاركة وطنية ومنهجية وطنية وأساسا الأخوات والإخوان في الأقاليم الجنوبية نكمل بسرعة خصوهم يتشركوا ثم خصونا نفعلوا مجالات وفاعلين ما كنا نتكلمون معهم المنظمات الحقوقية الإعلاميين المتقفين هذو كلهم ما كنت خاطموش معهم ما عندناش مخطط وبرنامج واضح ديبلوماسية حقوقية وإعلامية ومدنية وحزبية ونقابية ومقاولتية ما عندناش الخطأ اللي ما زالك يرتكب المغرب هو أنه ما كي يفتح التعبئة العمومية إلا في إطار ردود الفعل وهذا خطأ كبير سنتيلة نقطة في المحور الثاني ولكن قبل ذلك سنشاهد هذا الروبرتاج أو هذا البورتري اللي أسير مغربي كان أسيرا في جبهة البوليزاري وهو يحكي قصته لمن يتبجح بحقوق الإنسان في الطرف الآخر نشاهد محمد بوكر أسير عائد من سجون البوليزاريو انطلقت أطوار قصة محمد سنة 1980 بعدما كان في عطلة اختار قضاءها رفقة زميله في العمل في مدينة طاطا عطلة انقلبت إلى مسلسل رعب بعدما هاجم مجموعة من المسلحين المحسوبين على البوليزاريو الحافلة التي كانت تقلهما رفقة عدد كبير من المدنيين ما كنا سيكون خموحنا كنا درنايلا واحد دلنا واحد جاولة نو الصديق ديالي عبدالهلماني دلنا واحد جاولة الطاطا والرزوع ديالنا لدر البيضاء وقف علينا تمك وقع علينا هجوم هجوم من طرف البوليزاريو تقريبا ما ستكون تمك واحد الكاتبة مكمولها مئة تنمية وخمسين واحد في لندن روبيرات حملين أسلحة طاقيلة فيها المية وستة فيها الكاتورسينك فيها الدوسات هجموا علينا هجموا علينا وقفو الكار هبطونا من الكار كار فصولينا مزيان كتفونا بلابس سلك السلك والبانس بسكي كتفونا مزيان أرمونا تاة كار فصولينا مزيان دونا ذاك شيئا لعنا الكامل أرمونا في لندن روبيرات وقفونا بتيجاهات الجزائر كل ما كان يسرح به البوليزاريو هو وجود عسكريين فقط في سجونه أما المدنيون فلم يكن يسمح لهم بالظهور أمام لجان الصليب الأحمر الدولي والتي كانت تزور المنطقة للإطلاع على أوضاع المحتجزين نحن المدنيين تمك رهت وحد ما عارف ليعرف المدنيين كين ينتمك الجزائريين وصيد ربي كي يزو الصحفة بقي خليوناس نقاب لهم ومن الجانب الآخر لحياة محمد وفي المغرب لا الأهل ولا الأصحاب يعرفون عنه شيئا محمد الذي كان حديث الزواج بالسيدة فاطمة التي لم تعد تعلم مصيرها بعد غياب مجهول الأسباب آنذاك وبعد انتظار طويل دام ثلاثة وعشرين سنة نور Shelley لهم九نجي أنتظرها ثم فتح نقول لنا جاء APPLAUSE بوليزاريو ومقابلاتهم لم نعرف من الالوال الاوعي وعدنا lethal شهر شهر آخر 34 DE تقووزنا خمس سنين لعلاتنا واحدة براءة لأنهم مقبوطين في البوليزاريو ننتبه على طريق صاليب الأحمر عناء نفسي لأسر ضحايا سجون البوليزاريو وعذاب جسدي وقهر نفسي استحمله المحتجزون في سجون ومخيمات الضمار أما كلمة حقوق الإنسان في تلك الدائرة فلا تعرف للحياة طريقا موسيقى سبا نعطيك عندك شتاقي بلد البورتري وربورتاج مؤلم لأنه يظهر وهذه مدنيينة وهذه وثيقة الآن وثيقة صحيحة عندما مرتكز مدام أن هذا قناة كتشاف هذا التأكيد بأن هذه الناس ليس تصحب قضية هذه الناس لا يحترمون لمواطق الدولية هذه الناس لا يحترمون لأحد أدنى حقوق الإنسان هذه الناس اعتقلوا مدني وما في حالة حرب لا يمكن أن يقول له إذن هذه الناس لا يحترمون على حقوق الإنسان هذه جماعة انفصالية حاقدة على وطن الأصلي وكتستعمل لكل سلوكات وهنا يريد أن تنبط لك بأشياء ويريد أن تنبط لك بأشياء باش نمشي في تجاه ديال العميق لكي نقشوا لإخوان لاحظوا معايا المغرب نقدم مقترع حكم الداتي أبطو بمقاربة أخرى لتدبير الصحراء المغربية خرجنا مقاربة أمنية ضيقة لكي تخرق الناس مدام طحنا حكم الداتي وخرقنا أننا ممكن نفاتح المجتمع الصحراوي وممكن تكون في الأصوات المتعددة هي اللي اعطيت مسمى بالنفصال الداخل راح تلهميش الحرية توسع انتقنا مقاربة لكي تتعتبر المنطقة الصحراء المغربية المنطقة عسكرية إلا تعتبر منطقة كباقي المناطق هي اللي اعطيت كوديسة كوديسة أستاذ؟ كوديسة هو تجمع المدافعين الصحراويين على حق الإنسان كوديسة أمنتوه كوديسة أمنتوه في العيون لم يرى أخر كانت تعمل بشكل عالاني هي اللي وضفاتها جزءاً ومع ذلك كنز الكلامي جزء أمن المتحدة الأمريكية لكي تقنع عن طريق بورت كينيدي بعض صنع القرار كي يحاولون إيطبحوا المغرب وباقي تنكد عليها توسع اخصصات المنوصو هي لديها خلفية معينة وكذلك عرضت الخلفية وجبها التقرير سيما نرشته وجبها التقرير أولاً عرضوا عليها الجورج واشنطن الجامعة وحضروا لها مجموعهم طلبوا هذا شيء منتقي بشكلين عملي مهني داكي أمني وعطيت قراءتها لتاريخ الصحة المغربية بشكل أحادي وما جبوا معها تطرف أخر الدول الأمم المتحدة نيويورك هذا هو بورد كينيدي ولكن ماذا تبنى هذا تبنى الموزنبيق تبنى إفريقيا الجنوبية تبنى أنجولا تبنى زينبوابوي هذه كلها تجاهات معادية المغرب في المحدة التربية ولكن بطبيعة الحال بدعم الدستانس من الجزائر المعروف إذن هذا تحضير إذن دولة اسمية المغرب تتعامل مع مناطق الصحوية كباقي المناطق وفيها ليس الحرية وانتقلنا مقابل أمنية ضيقة إلى مقابلة الانفتاح ونحضروا إخواننا الصحراويين للحكم الذاتي لتعاملوا صناع القرار في المؤسسات المنتخبة الشرعية ونحن أمام الناس الذين لديهم خلفية واحدة هو خلق الفتن والتوتور لكي المغرب يقول أنا في نظيف موقع ضعيف لماذا؟ هناك رغبة هذه الرغبة وكانت تحمل مسؤول تلك تقولوا من خلال النقاش نقشنا معك أحزاب هذا الرجل لديك قراءة أخرى لما يقول أولا دي ما كيتشكم البند السادس وسمحوا لي البند السادس رابط لي اختصاصاتي إذا أريد أن يمشي البند السابع سمعوني مزيان تبع معي مزيان منك تقول لي أجي يا سيدي أراها السيد أراها أخوان مانديز المقابل الخاص لمعني بتعديم حتى نصرح للمشاهدي البند السابع السادس البند السابع حتى يعني يبغي يمشي البند السابع البند السابع البند السابع والأمم المتحدة تفرض عليه فردا الحل إذا كان نزاع يهدي السلم العالم بند السابع سيقول لك في الفقراء 33 سيقول لك أنا وسيط كنقرب وجهة النظر ماذا ستفعل ذلك سمحوا لي يا إخوان أنا معكم ولكن بند السادس رابطني ما نفرض عليهم إذا منك تناقش معه سيطرحها 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 من المقابل الخاص للتعديم المغرب سيطرحها من المقابل الأمين العام حفظ السلام سيطرحها أنت أنت المبعوط الخاص زرتي الأقلي مصحة المغربية وانتناقش مع الناس في هدوء وطأمم أننا طبيعة الحال ماذا يقولون في تقريدي له حقا منك يزور هذا الناس حقا كالإفراط في استعمال الأمن للعنف وأشمعوه معي والعنف علمي أنه يستفزلات من طرف الأخر لا 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 أرى نقاش آخر أرجاء ونحن كما قال الأخم السور أخمان رسلمي وحسنا ترجمة ندروس حق الإنسان وانتنقوا على 50 قدمنا الشهداء قدمنا المغتربين قدمنا المعذبين قدمنا المفقدين ونحن فقدرنا المصالحة ونخلّصنا الناس لماذا؟ منك تخلص معنى اعتراف بمرحلة سوداء في تاريخك ولكن منك يأتي يقولك أن يجب المغربية وإعطاء كان يسمح لي منك المؤخرا الأمن لا تنطع أمن الآمن الفرنسي في باريس تم تظاهر بين المظاهرات وقع الإفراط وجعله خط الحق الإنسان. سمح لي. الإفراط أمر إفراط. أنا أنت تسمي الإفراط. لأن الأمن يسمي الضبط الأمني. هذا الشيء ينفق على الدول الديموقراطية التي تسمح بحق التضاهر. أما أنه يقمع. بحل أن ينضوف ودول أخرى. أما أنه ينطلق هذا الإشكال. لأنه قامع أصلاً. أعلى بكرة يا أستاذي. منهم كانوا ينعوننا لنظهروا السلطة القامعة. والدول التي كانت قطيعة. ويأتي أخرى. ويأتي أخرى. ويأتي أخرى. وكانت ديكسة أمريكان. كانت هذه التيار كينيدي. كانت الحبسط المغربة عابل معتقلين السياسيين. وكانت كده. كانت مدرج الأقرب والفاضح هو جار الجزائر. طبيعة الحال. فإذاً أنا نظن بأن هذه من الأوراق للجزائر. خدم فيها عن طريق لوبي أمريكي ضغط. ونشرح الأشياء على فكلمشاهدين. أمريكان لوبي ممنوع قانونياً. تتقدير محامي يتخلص كل أصباح يكسي منار. عنده قضية اسميتها انفصاليين. كتصفت لي في تويتر إيماج واحدة. عنده القنوات التي يتخلصهم. تو بش يدوزها لك. هو مهمته يدير ما يسمى بلوبيينج. الضغط على صناع القرار. إذاً هذه مهمة كينة. ما الذي توقعه من الجزائر؟ الجيش الجزائري. النظام الجزائري. بشهر الضباط. سابق في مخابرات الجزائر. يفروا إلى الخارجية. يقولون بأن هذا الجيش كان متورطاً في تدبيع هذا الشعب لمدة عشر سنوات. ما ستوقعه مع الشعب؟ ما ستوقعه مع المغربة؟ كنت توقعه لتحوول في رؤية الأشياء. لأنه سنفهم بأنه يرى هذه المنطقة كلها تحمي فهم. تحمي فهم بأن شيء معزول. موريطانيا والمغرب والجزائر أشياء مصيرها واحدة. لماذا؟ لأن التهديدات الآن لكينة هي جديدة. مرتبطة بأطرحها لتفكيك الدول القائمة. من أجل خلق خلافة. هم ضد دولة. خلق خلافة. قرروا أطرحات الناس. وهم بالنسبة لهم الجنسية والانتماء والحدود لم يكن أصلاً عندهم. إذا نرى هذا التهديد. هذا التهديد يهديد هذه الدول كاملة. لماذا يعتقد أنه يحلل بمفهوم المعسكة الشرقي والغربية؟ تقولون أن هذه الأطرحات انتهت. لماذا لا يسعب المستقبات؟ تقولون أنه يجب أن تسعبه. تزعزع. وإمريكان لا يسعب هذا. لأننا لا نسمح لشيء واحد يفكرنا. لأننا لدينا حدود ودولة قائمة. ومستعدين داخل الدولة لتكامله. وإذا سنصرعه بوسائل شرعية وقانونية. لأننا كانوا بنيو الديمقراطية بشكل دمش. الغير المكتملة. ونحن الدولة الوحيدة التي يتوفر على هي دولة أمة في المنطقة. لا. 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 إلا التقرار هذا من يرسل مثلاً المسائل الذي هدح إ Love & سويسي ويحرق جميع المنشآت تراموهي ولم يدخل جميع القضاعيات في مراكش ويزبط حمراء ويفجرها هذه المسائل هذه ما دخلش عندهم هما في تقرار ولكن هذا نحن الناس الذين يدرون رصد هذا ما لا يجمع وليل الحالة التي شناه هذه جرائم في القانون الدولي الإنساني هذه جرائم هذه في حدة قائمة هذه جرائم وللحالة دي القوات العمومية كيف تدبح واحده وكتبول على جتا كان عملية إرهابية أكثر من هذه أنا هنا كنت ضد ذلك البيان الذي خرجت النار الأول هذا بيان كان يجب أن يخرج من تمام بأنه هذا شيء الذي يوقع إرهاب ضد الدولة المغربية كان يجب أن يخرج لأن الناس هذا المصطلح هذا الوقع الذي يخرج ربما يكون عنده واحد الوقع غير رجع كنت تحول في المنطقة ما يكونوا واضحين الولايات المتحدة الأمريكية عندها أجوندا دي كنت تحولت في هذه المنطقة كنت قاعدة أسكرية متنقلة في الجنوب دي الجزائر من 2009 كنت يعرفوش الجزائر ربما وهذه كشفت عليها مجموعة دي العسكرية الجزائرية اللي يخرجوا كنت قاعدة متنقلة معنا كنت قاعدة متنقلة الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم القاعدة لا كنت أدر على قاعدة أسكرية أمريكية ما كنت أدرش على أمريكا حلات بالمنطقة كين ربما هنا في جاء كين الفهم اللي عند البعض مثلا في هذا اللوبي اللي كان في إدراءة أمريكية كيف فهم هذا المسألة فهم بأنه راكين هذا التواجد هذا ومشاف هذا التجاه هذا رغم أنه راكيبان في التقرير ممكن يحاولوا يحافظوا على العلاقة مع الدولتين مع الجزائر ومع المغرب ولكن كين أجون داخرة وكين مسائل اللي هي لك تغير هدرت على مسألة البنت السابع حتى نعرف الخطورة راه إلى هذا المسود دار دخلت إلى البنت السابع فضينا البنت السابع فضينا هنا معنا لدخلت طيب فهذه النقطة سيدة منار أنا توقع هل يمكن القول بأنه لا مفر من المصادقة على هذه القرارات مجلس أمن أمن ممكن تدارك هذا أنا 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 أتشاطرك الرأي بأننا نحن هذه اللحظة هذه مزيان كين وكين فيها تعبيق هذه الجهود وكين فيها الآن الناس اللي يخذو ديبلوماسية الناس اللي هم عمل قوي لأن عمل قوي خلينا من ديبلوماسية غرج على هذه البرلمان كين يمشي كين واحد مجموعة كتشي الضور نتائج الله وعلم وللجنة ديال الخارجية شكو اللي فيها تحويش كلهم حكيين الآن عمل قويل اللي كيد دار القرار القرار ما يمكن شي تخذ بهذه الشكل هذا متوقع أنه يوقع تليين دياله ويوقع التدارك دياله ويوقع التدارك دياله كين علاش لأنه التقرير هنا كيهضر على آلية موجودة اللي هي المجلس الوطني اللي حقق الإنسان وكيهضر على المجلس الوطني الحقق الإنسان كيهضر على التقرير دياله بأنها مستقلة من هاد الآلية غيمكن يبان شنه هو المخرج اللي غيكون ولكن قرار بهذه الشكل هذا لأنه الآن عاد من اللي كدر هاد الحملات الدبلوماسية عاد كيبدال وعي بأنه راه مس بسيادة ديالدولة بأنه كيهدد الاستقرار ديالدولة كيهدد استقرار ديالدولة 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 ديالمنطقة كلها ثانيا أنا غير رجعوا له هذه ديالدولة 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 بزاف تشكون كيهدد في المخيمات هنا كناعرفوا هذو كنس رفدين الإصلاح رفدين الإحصاء رفا أي واحد كان متضر في هذه المنطقة علموه شوية ديال العربية وحطوه تماما ما عندوش علاقة بهذه المنطقة كنسوا بأننا نحن رأى كنسوا إحنا الساكين ديال 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 مناطق ديال مناطق الجنوبية رأى أي واحد عمروا هذ 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 صعوبة هذي إذن باش نرجع رأى هال المسألة فيها كين أجندة أمريكية كين خال الوصد الإدارة الأمريكية كين متغيرات إقليمية اللخصات خرج كين مشروع جزائري باش نكون واضحين الجزائر هذه ربما نهضروا لها سيفنا تقرأ كتعرف الجزائر ونك نعرف الجزائر الجزائر هذي عندهم ما غير بدلوشها نفاكين باش نكون واضحين هذه القضية ديال فتح الحدود وكدخصة تنسى جزائر اعتبر بأنه كين بحرطة منساها صافح انساها لأن الجزائر هي الآن جميع التقارير هي غتغرق في المشاكل ديالها كين احتجاج والعسكر مستعد أنه يقمع كل شيء دكو لكن قضية الصحراء عنده هو ما يمكن علاش لأنه بنسبالي هو داخله في اللعبة السياسية ديالجزائر نساها القضية ديال فتح الحدود وداروا تقرار بأنهم رألقوا بأن المغرب غير يستفد ماشي المغرب غير يستفد أنا في نظر المغرب غير يخسري لفتح الحدود علاش لأن جميع المشاكل ديالهم ستكبعدنا هنا لكي يكونوا واضحين ما خطر لكي هنا فيه أكثر من رأي غير لاخدينة تقارير على التنظيم الموارد البشرية ربما سيبستور ما غيرتفق معي على القضية لا لا ما غيرتفق معي علاش احنا هنا أنا كنمشي لجزائر سي عبد الكريم كيمشي لجزائر احنا هنا في القضية اللي هي غادين قولوا المسائل كيمهية كنعرف الوضع أنا كنعرف وربما غير شهرين هذه كنتمانة كنعرف الوضع وناس هما كيقول لك القضية بأنهم عندهم هاد المسألة يستحيل كتفهمت بأنها مرتبة باللعبة السياسية عندهم مشاكل مرتبة 71% تال 75% ديال الموارد البشرية بين مزدوجتين المتطرفة اللي كينا في الجماعات من عندهم القيادات كي يمشي واحد وكي يجي واحد عندهم مشاكل ديالما تشي كله خاصة نحطه فيه هاد هاد السياق ولكن القرار كرعا نقول لك بأنه صعيب على الولايات المتحدة الأمريكية دوز قرار بحال هذا ربما هاد الحملة الدبلوماسية بدتك تنوض ولكن خاصة مسائل اللي هنا لداخل خاصة خرج تقلتي واحد جملة وهي ديال دولة الأمة خاصة بان كيما خرجت مثلا من اللي خرج ذاك الموقف ديال الحزب الشعبي ترستبال لأنه هنا ركينا دولة أمة اللي عندها تاريخ ومليك نقول دولة أمة كي الناس اللي جامعهم تاريخ عدهم اعتقاد ماضي مشترك مستقبل مشترك وبيانه هذي قضية مصرية ماشي قضية ديال ديال قيادات عسكرية اللي كينا في الجزائر أستاذ لا أستاذ لا أستاذ هيدا 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 خلاف الآن ونوقف هنا ما بين البنتاجون والخارجي الأمريكي في قناة القادية كان خلاف كبير البنتاجون ولي عنده الهم الميداني وليك في الصعوبات الخارجية كانت سير تصور البنتاجون خصو يمارسو الآن حسب آخر معطيات البنتاجون ما بغيش يغمر هذا المغامرة لأن عفق الدولي سيكون في الواجهة في تدبيرها لا سيما البنتاجون فعلاقته وشاركته مع المغرب استراتيجي لا أنا بغيت أنا غن ندوي بوحد صراحة كبر هاد المنهجية خسنا نحبسوها في المغرب هاد الموضوع ما كنكونوش كنتكلمو عليه اهرا هو أولوية وطنية ومن بعد كنجيو نتكلمو عليه دائما بوحد المقاربات معينة كان وكينو سيكون خسنا نعقولو على ريوسنا هاد المستجد ديال المسودة للإدارة الأمريكية كي يعني بأن المغرب أول حاجة أخسر فيها هو تقوية من دماج الوطني تقوية التعبئة الوطنية تقوية تملك المغربة للقضية الوطنية تقوية تحرير الإمكانات في المناطق الجنوبية وتمكينها وتأهليها أن تحمل مسؤوليتها في الدفاع على الوحدة الترابية لأن المصلحة ديال الجميع ليس مصلحة ديال الدولة أننا نراجعوا التدبير ديال المناطق في قضية الوحدة الترابية كتدبير ديال السياسة العمومية أننا نحروا باقي الإمكانات المغرب تساهم الإمكانات المدنية والإعلامية والبرلمانية والحكومية وأن هذا المير يكون حاضر يوميا في الإعلام العمومي وعنده برامج خاصة والجامعة المغربية خاصة تنخارط وتكون لنا كفاءة وتكون عندنا أبحث ودراسات والديبلوماسية الموزنية تكون مؤهلة ولكن بحرية وباستقلالية وبواحد الشكل الملكة نمشي عند الأطراف كانت تكلموا معها من موقع قوي من موقع حر من موقع مستقل ولكن من موقع القناعة الوطنية العميقة بأننا ندفع على قضية مصيرية بالنسبة لنا اللي هي الوحدة التورابية بغيت ترجع لواحد المسألة هو الضعف دي الموقف لا دي المتحدة في تقليل الأمين على أمم المتحدة ولا دي الولايات المتحدة الأمريكية هو ركينا آليات دي الأمم المتحدة لمتابعة ورصد الوضع الحقوقي بلا المجلس ووطني وحقوق الإنسان هناك المفوضية الدولية والمجلس وهناك المقررين الدوليين وآليات الاستعراض الشامي للدولي الأمم المتحدة عندما يكفي من الآليات أمميا لمستقلة ومحايدة للممكن لها تمارس الرصد والمتابعة دي الوضع الحقوقي وحنا بالعكس اليوم في المغرب لا كحركة حقوقية ولا كدولة وراه في الدستور تبتنا بأننا نعتبروا المواتيق الدولية أعلم تشريع الوطني وحنا متمسيكين بإعمال الآليات الأممية الحقوقية بشكل عادي والقديمة خلقا لا تشي مشكل ما زل كنأكد ما قامت بلوية المتحدة الأمميكية هو موقف سياسي منحاز لطرح دافعت عن البوليزاريو حكام الجزائر لإرباك مسلسلة التفاوض لعرقلة وتشوية وإيقاف الحكم الداتي ووضعية المنطقة الاختلال والتوتر لأن بكل صدق منصداد الآفاق أمام جبهات البوليزاريو اللي ما بغاش تحمل مسؤوليتها لهم مشي عقل لهم المشاكين يلقى لهم حلول واللي كيتعاطف مع شي قضية الإخوان دينا في الجزائر كيتعاطف أنه يلقى لهم حلول اليوم المغريب هو الطرف اللي يجاد بكل مسؤولية أنه يلقى حل هاد الأطراف ما بغاش حل بكل صدق الولايات المتحدة الأرميكية وتحمل مسؤوليتها كتساعدهم أنهم يمارسوا الإربان هنا بغيت نجيل واحد المسألة أو الثاني لا تريد أن يشترل تابكه المغريب الدولة الأمة المغريب واحد البلد عاريق عنده وجهات نظاره عنده أولوياته عنده أهدافه هذه أمور كي يستوعبها وكي يأخذ منها الدروس وكيمشي عندنا المستوى الأول هو المستوى دي الوحدة التورابية وهذه مسألة را قضية دي الأمة المغربية ورا كانت إحدى النقاط الخلاف المركزية في بداية الاستقلال ما بين الدولة وما بين الحركة الوطنية إذن قضية مركزية عندنا المستوى الثاني والتنمية الديمقراطية هو ترسيخ مسلسل حقوق الإنسان في المغرب هذا هو الجواب الثاني عندنا المستوى الثالث والعمل المغاربي مشيحنا الحكام في الجزائر وما يقنعونا بالوحدة المغاربية هذا خيار استراتيجي دي المغرب نابع من قراءة ساليمة وتاريخية الوضعية دينا الجغرافية والجيوستراتيجية والعمق الحضاري دينا عندنا المستوى الرابع هو الحرص عن الأمن والاستقرار في المنطقة ولكن الجواب الجزائري الآن واضح لنكمل عندنا المستوى الخامس للآن الضفسة هو استراتيجيات الدولية اللي يجب أن ندخلها بعين الاعتبار اليوم تحولت الجارية في المنطقة منذ عقد من الزمن والتي ازدادت مع ما سميه بالرابع العربي وتزادت مع تنامي الإرهاب ومع استيطانه في الشريط الجنوبي للشمال الإفريقية والمنطقة المغاربية استراتيجيات دولية سيركت سابق سننا نأخدوها على الاعتبار وندخلوها في الطرح والستراتيجيات دينا دينا الدفاع على الوحدة الترابية بكل صدقنا الشسم دينا البعض نالبع ماشي وليغ يحلين المشاكل الشسم في الولايات المتحدة الأمريكية ماشي وليغ يحلين المشاكل اللي غيح لنا المشاكل هو أننا نزيد نقوي الجبهة الداخلية بالديمقراطية وبالمشاركة وبحقوق الإنسان وبكل شافة فيه ومعطيات اليوم سجنة مجال تشي مسؤول حكومي في برنامج خاص يقول المغاربة شو واقع هذه المسؤولية الأولى الحكومة مسؤولة اليوم تجي في برنامج خاص وتعطي كل معطيات المغاربة لأن هذا ميل في كيهم المغاربة هو ميل في ديال المغاربة الدولة هي وسيلة ديال تدبير الميل فهذا ميل في مجل ديال الدولة ولا ديال الحكومة إذن للأسف الشديد الحكم الجزائر هم يوسيئون لجزائر كثير من يوسيئون للمغريب يوسيئون لمستقبل شعب جزائري كثير من يوسيئون لمستقبل شعب مغريبي الولايات المتحدة الأمريكية كذلك تحمل المسؤولية قضية ما شاء قضية وحدات سورابية في المغريب قضية استقرار وأمن في المنطقة قضية مد إرهابي وجريمة منظمة كتنامة في المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية احنا كمواطنين أحرار ديال العالم كنقول الحكومة الأمريكية لم نعود ندري ماذا تريدين واشنطي فعلا جادة في أنه الإرحاب هو خطر كبير وأن الجريمة المنظمة خطيرة وأنه الأمن والاستقرار الأساسي وأن الحلول السياسية التفاوضية السلمية هي الأساس لأنك تبحثين عن أشياء أخرى هذا النقطة هي الضغط لنا النقطة الأخرى خاصة نزيد نعزو كما قلت أنا المشاركة دينا وخاصة الإخوان والأخوات دينا في الأقاليم الجنوبية مواطنات ومواطنين اللي خاصة نزيده نعطيهم الإمكانية دينا المشاركة وديال التحرر وديال التملك المسؤولية دينا مع الوحدات التعرابية طيب أستاذ بنعتيق الآن ما هي الأجوبة التي على الدبلوماسية المغربية أن تقدمها على هذه التحديد يخصى تكون السيوس في أجوبة شاملة ما تكونش فقط غير ديبلوماسية ديبلوماسية آلة من الآلات ولكن المعركة الآن هي بالدبلوماسية لا المعركة الدبلوماسية أنا شوف عندنا واحد الآلة ديبلوماسية أنا عندي فيها اتقالي أنا في اللحظة الصعبة كتكون متميزة وهي رد دير عامل كبير أنا رجعت باش وضحت واخذيت الأخمسة الكريمة دائما في جميع اللحظة الصعبة والبنتاجون تختلف مع الخارجي يوما تختلف في هذه القضية لأن البنتاجون ما تنسوش أرى بعونا الإفسيز بموافقة البنتاجون هذه أساسية وباعونا الإفسيز من نوع غير العادي اللي تدير توازن استراتيجي إذن خيارات البنتاجون أنا داك ما كانش عفوية أو عشوائية خياراتهم المغيب ليس بلد غاني غيشة بالفلوس بالزاف بلد عادي إمكانة المالية معادي ليس الجزائر الكتب الملايين فإذن باعونا مؤخرا قدونا لشهر أبرهم كاملين اللي هو أساسي في المعادلة تواجد الميداني التوازن إذن أنا أتق بأنه الآن هو تيار والتيار غادي كي جس النبض هي معركة أنا غير فقط بريت نشبهت واحد المسألة اللي عنده علاقة بالقانون الدولي أرى إلا بغوا يغيروا مهام الأمم المتحدة مهام مينوسو خلقنا نرجع للمفاوضات ومدوم نزيره في كل شيء ونعتبر ما التوفيق على الموقع أنا عليه لاغي لاغي بما فيه خروج مينوسو لأنه وابي دا ما يمكن إن مدم أنك تفوطي معي خسك تقبل تفوض معي وتقبل رأيي لو أريد أن تأخذ شيء لأن منسى وشرا مينوسو مقبل المغيب نحن نواد المفاوضات تقنية العسيرة بخلفية سياسية دقيقة في نيكول العسكر في كون هذا في كون بوردك شيء كبير واخصنا رجعوا له أنا بالنسبة لي شوف لعتكم كان دائما وعلاقتي في المنظمة الدولية مع الإخوة الانفصالين كبيرة مع منا مشنا للعنف مشنا للحوار لها دائما وعلاقتنا قوية معهم على الأقل جنب الإنساني أنا اللي كان وقدهم مشي حركة انفصالية مستقلة هلا يا مستو هذا هو الخلال لو كانت حركة انفصالية مستقلة غتنضج ممكنش حركة في 30 سنة ما تنضج وتغير مواقفة مستحيلات لسيما أن العمل السياسي وخيكون بالعمل مسلح في الديناميكية في تفكير الآن الحزب عمالي ركي غي تنقش مع تركيا وحركات انفصالية مسلحة كباعة النظر ومشكل ما هو سلمي أنا أمام حركة انفصالية غير مستقلة وقراركين عند العسكر ماشي عند العسكر في الجزائر وهذا القضية الشكلة لي عائق كيف حدنا نعمل بالإضافة الديبلوماسية أنا في نظري سوف نرجع للدكرة الله أعطيكم استرى الدكرة همشناها في كبير لأنه كان خلاف أنا داك بلات الاستقلال ما بين القصر وما بين جيش تحرير باش نقول له أعلانية أنا ذكرتها وكنت تألم بنحمل المسفيويلي مات مؤخرا وكان كان رأي جيش تحرير وكان عنده المقر في قولميم فندوق بعيدة مات مؤخرا يا الأسف فقط التفاتة صاحب جلالة هو اللي بعت رسالة وابعت وزير الداخلية وفي الدفين في مراكش كانوا يجروا صفوفة هذا هو اللي يمشى للجزائر كاللاجئ السياسي يختلف عندك مع النظام ومن بدأت قضية الصحراء أرجع وقال في صريح أنا مختلف مع الحسن الثاني لكن لا يمكن أن نضع نفصال أو ندعمه باقي واحد نائب عائش لا يطول عمره اسميته دريسبوب جيش تحريب وكان عنده ارتباطات وابقى قوية مع القبائل الصحراوية عنده وطائق ما شا نقول وطائق ستنائية محطوطة مع ما شا واحد تتكلمه ايه وعوض من سوطن المقاومة لكن خستوضيف الاحترافي العالي لدى النساء وانا قم بزاف كوني ابن عاشر دعوما بزاف كتار لبغى نساهم هادو علاش في واحد الفترة كانوا محسبين على التيار الفقيل البصري داخل مقاومة واجهة تحريب وبقى تنصنيف غمد من المصالحة خصنا نفاتع للناس هادوكي رخصة تخدم بطريقة هادوكي رخصة هادوكي رخصة السيد هذا خدموا بيداكي واجهة تشوف غداكي سنكون مادة مهمة في نفس الوقت الله أعطيكم السر ما مقاوش نركزوا على فرنسا 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 حالي بستراتيجي من يمنعنا فتحوا على الصين 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 اللي عندها قضايا شبيهة المغرب طيوان معلوم الصين الآن خصتكون شريك أساسي في المغرب في قطاعات اقتصادية أقولها لأنه نموذج نجح وبالإضافة عند حق الفيتور والصين مخلصة عندما تتزيم إحنا مشينا افتجاه مزيان أمريكي لكن خصنا كانت قوتنا دائما تعدد والتنوع وهامش المبادرة على المستوى الدولي بالإضافة أنه نسينا يعني دائما نلعب دور إطفاء الحرق يعني بدل هذه الدبلوماسية الاستباقية أنا لا أريد أن نتكلم عن هذه الدبلوماسية لماذا؟ لأننا في وضعية صعبة وغسل جبهة تكون مترصة وأنا مستعد نقول هذا ما مني سوف نقش بعضياتنا لأننا قضية المغربة أنا دائما ذكرتها وذكرتها هذه الباحة بالتليفزيون بالله عليكم تقول الحق للإنسان أنا مشيد ضدها بعكس موديلها من نجاة أحداث 81 كانت قيادة تعتقلت كاملة بدون حكم ثلاث سنين ودي على الله رحمه هو المسؤول الاتحاد شركة في الضرب 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 تعتقل الكرام كان في كتابة إقليمية باقي الله يطول عمره وتعتقل النوبر الأموية ثلاث سنين بدون محاكمة لم يرغب أحد من السجن قالوا لا تعتقل الصحراء مغيبية لا تعتقل النظام لماذا؟ لأن قاعد المتداد للحركة الوطنية والوطنية الحقيقة يميز خلافنا مع الدولة خلاف توسيع لها مجد ديمقاطية شيء لكن وحدة الوطن مقدسة إذا نراجعا 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 نتمنى من الدولة ومن الحكومة أنه لا يتعيد النظر أنه نقلس كاملين ونفكر في الآليات بشكل احترافي عالي أنا تنرجع هذا بوطن شكركم علي لاش ماشي فقط وانا صاحب قد يقلمني صويت تخدم وكين آلاف كيمة مقاليين مستور ومئات الحالات ما كيتبطفو لا سينمائيا لا إعلاميا لا تقنيا وكنخليو تواصل عنكبوتي والشباكات كلها مفتوحة جزء كبير الخصو طيب في نفس الإطار أستاذ مانر ما الذي يمكن أن يستفيده المغرب بموقعه الحالي بمجلس الأمن لخدمة قضية الصحراء خليني غير نعلق شوية هذه القضية دي البنتاجون صراحة اليوم كين واضح دي الكاتب الدولة في الدفاع كيقول بأنهم ما وقعش التشاور معنا لأننا لعدنا عرفي المسائل الأمنية والمسائل الأمنية المحدة هذا بمعنى هاد 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 تناقضات اللي كينة الآن وسط الإدارة الأمريكية ممكن اشتغال عليها كينة النقطة الثانية دي الجبهة الداخلية مع السياة عبد العالي الجبهة الداخلية دائما هي القوة لأنه من اللي كتخرج واحد تظاهر فيها واحد ثلاثة المليون والأربعة المليون راكت تعطي إشارة كتعطي إشارة هذا هو المفهوم دي الدولة الأمة ولكن أنا هدر على الآليات راها الأحزاب التاريخية كانت تلعب الدور دياله في القضية الوطنية أنا هدر على التحات الشتراكي هدر على الحيث في استقلال لعبوا الدور ديالهم برا لعبوا الدور ديالهم في التعريف نطلاقا من من 75 لعبوا الدور ديالهم الآن خص هذا الجيد جديد خصوا خصوا تهوية خصوا نفس العملية خصوا يتشركوا دبا ما كيتشركوا خصوا يتشرك دبا لأنه كي ناس وصل الأحزاب وصل الأحزاب بقوشاتين هذه العملية لا أنا جيل قضية أخرى كتحسب بعض أحزاب وكأنه راسا في خصوا عن انتخابات في انتخابات والبلاد يمكن تكون مهدى بالمخاطر مهدى بالمخاطر خصوا يلعب الدور هذا ترجع عنده الأجوندا ترجع قضية قضية حركين مسألة ديال الإعلام أنا تبعت هذه اليامات كلها تقريبا القنوات وشاركت في بعض القنوات لا يوجد حضور كبير لا يوجد رأي ديالنا لا يوجد حضور كبير احتل لديهم لما نتكر اسمي جابوا الواحد من عدنا جابوا مثلا من المنسوكي هضر بمعنى احنا خاص الحضور في العملية ديال الإعلام ولكن الإعلام يكون الإعلام مثلا داخلي والمنطلق معنى هنا العمل الداخلي واللي يعطي هنا مسألة أخرى ما يشتغل على الميلف وش عدنا فريقار يشتغل على الميلف يوميا ينتبع الميلف وش متبع احنا حجاج قانونية كافية داكرة قانونية كافية هذه المدة كلها ولكن كيف يشتغل على الميلف أنا عاون ترى السؤال هنا الجنادي الخارجية في برلامة ما يشتغل فيها لما هذه لجنارة معروفين هذه اللجان في البرلامانات العالمية إما أنك ضابط هذه الميلف أو رجع للورة لا يمكن لك لجنارة لا مشكلة لجنارة ولكن الأمريكا اللاتينية ما عدو تلوها أمريكا أنا أعطيك مثال الأمريكا اللاتينية ما اللاتينية ما عدو تلوها إذا أخش لك البوليزار ويضي لك الترجمة في غتولي مثلا هنا وهذه حالات ضبطنا ها في إسبانيا مثلا إذا اللي يمشي يخص شوية انتبار غادي غادي قدير دور دور بلو ما كان نضيع الوقت لأنها ميزانية التي ترصد في هذا الجانب ثم مشكلة يشتغلها الجامعة الجامعة لا تسوقها في هذا الميل رأينا مجموعة الأبحاث وشجاش يوصل مع الجامعة ويقول يفكروا في الخيارات على الأقل القانونية على الأقل ولا لا هنا هذا الجانب هنا لدينا مسألة على الانفصاليين أرجعوا قليلا نشوف هذه القضية الانفصالين رأي نعمة أصفاري اللي هو حكيمة إلا ما اخطأتش بواحد كنظن ثلاثين سنة أو لا هذا درس في مراكش أنا أعرفه شخصيا شاب درس في مراكش البحث ديالو على أجدالو دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية في المغرب العربي أعرفه جيدا كيف شقع هذا كيف شقع هذا 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 كيف شقع غسي المخ بل أكثر من هذا هو الآن معتقل وكيتهم وحتل بمعنى هذا يتهمون في جزائر وحتل اللي يتعامل معهم هذا غير إشكان تبعوه هذا المصار لهذه الناس في العيون كينا داكيرة ديالناس داكيرة أنا جاتني فرصة ملست مع الشيخ اللي عده 80 سنة كي يقول لك أوضي الجزائر ما كانش تحلم ولو تحط هيدا بشبر بحاله كي يعطيك داكيرة خستترجع يعرفوه الناس لأننا وحد الوقت ولينا بحل أصحاب حق ولكن تحس برسك بحل لا ركت دفع كين هاد مسألة تابهوا ليف ديمة ديال كين نلعب على التناقضات لكين هذا المنطقة ديال المغرب العربي فيها صراعات الآن كين فيها الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا روسيا مادة ولو لأنه وقع المشكلة ديال ليبيا كين صين كين تركيا هاد الدول كلها الآن كتصار على هاد المنطقة إذن كيفاش غيم كين نشتغل على هاد التناقضات كالنوع لأنه كين دول هادية هادية العلاقات الدولية كتلعب على هاد التناقضات لأن ما بقيناش في شرق غرب وما بقيناش في إطار هذه القضية ديال أحادية قطبية ما كيناش كين هاد كين هاد السراع هذا كيفاش غيم كين نوضفوه هاد العناصر فيما خص موقع المغرب في مجلس الآن الموقع دي المغرب في مجلس الآن المغرب كين في مجلس الآن كين خصو أنه هاد كينام جمعة هذه الدول اللي كتملك هاد القرار هذا خصو كيمشي أنه يشتغل مع هاد الدول هاد يرى ما كيناش على الولايات المتحدة هو ما يتم الآن ما يتم الآن هو أنه الآن لاحظ تحرك المغرب بدأت كتبهان واحد مثالة إشنا هي وهي أنه بدأ كيبان هاد تصدع بعدها تصدع الأمريكي لأنه أنا ما زال كين قول القضية المقرم كين ما يكون فيها اتفاق ولكن رأى كين لوبي داخل الإدارة الأمريكية وكين الإدارة الأمريكية رأى القرار في نهاية المطاف كين تحسب كين تحسب القرار والمخاطر المخاطر دياله إذن كين اشتغال مع ما يسمى بالأصدقاء ديال المغرب هاد الدور اللي كيد دار داله ولكن قلت القضية الضور لا يجب أن يدار في هذه المرحلة الضور لا يجب أن يكون بحل القضية تأكد طيح القضية عن كيف يجري لا 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 اللي كيمشي هذا المسألة هذا مجال ديبلوماسي يتعلق بدولة اللي كيمشي يجب ما مع من هضر ربما كترح سؤال كيف يوقع المشكل الإتحاد الأوروبي قليل اللي عنده تليفون ديال البرلماني أوروبي ولا اللي عنده واحد من الكونغرس يمكن درمعه إذا ما يمكن تدير هذه مسائل واضحة لا سياحة تدور كيف يدير السياحة لا ضد هنا يمشي ولكن دورنا تليفون في الكونغرس الأمريكي أو نجيب لكم مترجم لا مشكل اللغة أحيانا لا مشكل تأخذ من عنده غير دورنا تليفون ما لا لا سل نطوع الوحدة الترابية الوضع المغريب بشكل نعم جيد لدينا كثير من الأوراق الرابعة المغريب بدل مجهود حقيقي وجدي ومسؤول على مستوى المقاربة والطرح على مستوى تحرير وتمكين المستثل الدمقراطة وإقرار حقوق الإنسان وخصنا نزيده فيه فهذا المستجد المغريب كان مسؤول وكان لقاء تجمعه فيه الأحزاب السياسية المغربية يعني بأمر جلالة الملك ورئيس الدولة كان موقف حازم المغريب الإيقاف المناورات العسكرية المشتركة باش نكون واضحين بأن بالنسبة نحن هذه مسألة مقدسة وما فيهاش لا تفاوض ولا سميتو قضية الوحدة الترابية مسألة محسومة ما كان نزيدوش فيها ما كان نتناقشوش عليها طبع حل طرحين واحد الحل تفاودي السياسي كي ياخد معين الاعتبار واحد الطرح دي المجموعة دي السحراويين من خلال الحكم الداتي هذه مسألة إحنا لخصنا تم المغريب عود طرح المشروع المغاربي بكل مسؤولية وعمق لأن إحنا ما زال كنقول ما غنب نيوش مواقفنا وستراتيجية دينا بالفعل طرح المسؤولية ديال ولكاميرا وانخراط ديال ولكاميرا الإمكانات الوطنية للدفاع الوحدة الترابية وفي هذه المسألة هذه أول حاجة نريدها هو أن دمير في ديال السياسة العمومية يريد تولى المؤسسات العمومية كينا مستويات المشاركة كينا مستويات أمنية ومستويات مخابراتية ومستويات سياسية ومستويات ديبلوماسية مرحبا كل واحد يمشي يدير الخدمة دياله الأدوار يريد تكون متكاملة المهام متكاملة ولكن المؤسسات اللي كي دبرو السياسة العمومية هما المؤسسات ديال التنفيذية والتريعية يعني يريد تكون واضح حشنا هي استراتيجية دياله اليوم المغرب بكل سيد خصوية هذا المؤطل جديد كي يجعلنا نزيده أكثر نكون حضرا وحرصا وتعويلا على نفسنا ونزيده نبنيه استراتيجية وطنية متكاملة فيها المستوى الحكومي فيها المستوى البرلوماني فيها المستوى الحزبي فيها المستوى النقابي فيها المستوى المجتمع المدني فيها المستوى الإعلان فيها المستوى ديال المقاولة ورجال الأعمال فيها المستوى ديال المتقفين وفيها المستوى ديال اللوبيات وديال الأصدقاء ولكن بكل صدق ما غير يمكنش نحلوا المشاكل المغرب بواحد الخمسات المغاربة ومن اللي عارفين مزيان كيعرفوا خمسة اخرين في الامريكان ويحلون المشكلين يكونوا واضحين هادي سياسة ديالدولة كتتحل بمستويات كتتكامل فيها المداخل والدولة كتتعول فيها على راسها كتتعول فيها على الشرعية الشعبية كتتعول فيها على الانخيرات ديالشعب في نفس الوقت هاد المسألة كتخلينا نزيد وننتبو بأن الأسف ديالنا أن الخصوم ديال لوحدات تورابية الإخوان في جبهة البيروزاريو الإخوان ديالنا الحكم جزائر الأسف الشديد لحد ديالآن كيتصرفوا بدون مسؤولية كيبان ما بقى عندهم تشي هدف والقليل كتر عنا مصعيب كتر لأن الله مرزقني خصما عاقلا لأن الأمر مش بيدهم لا لا الله مرزقني خصما عاقلا إذن خسنا نزيد نمكنه تملك وتحرر الإخوان ديالنا في المناطق الجنوبية عن طريق أن المغريب يخصو يمشي بعيدا في إقرار نموذج تنموي جديد يمشي بعيدا في التنمية الديمقراطية يمشي بعيدا هل تعجل هذه التطورات بتنزيل مختضيات الجهوية المتقدمة لا أكيد المغريب لم يكن منتظرها هذا يعني بأن المغريب الرؤية ديالته سليمة هذا يعني بأن الاستشراف ديالنا سليم وبأننا متوقعين هذا المخاطر والمغريب في العشر سنوات الأخيرة يعودوا إلى نفسه الدولة تعود إلى المجتمع النخب تعود إلى المجتمع المصالح المهيكية تعود إلى مع الأساس بطبيعة الحالة ما ينكش نعيش بوحدنا أوروبا أساسية لنا الولايات المتحدة الأمريكية أساسية ديالنا الأخ بنعتيق شاركينا أطراف أخرى روسيا والصين والتركيا وخلافه الأفارقة أساسية لنا الإخوان ديالنا في المنطقة العربية أساسية لنا ولكن أراه ما يمكنش تصحح وتقوي موقعك التفاودي في الخارج إلى ما بنيتيش قوة داخلية وقوة داخلية فيها تقاسم السلطة وتقاسم التروة وتقاسم القرار العمومي والشفافية الكاملة والمعلومة للمواطنين وتملك المواطنين المسؤولتهم على بلادهم المغربة أو ما حاضرين فنقول أنا اليوم هادش اللقاء في نفس الوقت أنا كنقول خسي كل حادار كم مشارو الإخوان الدبلوماسية المغربية الآن متحملة مسؤولتها كتواجهة المستجد ما خسناش نبخصوا قيمته ولكن مر بكوش المواطنين والمواطنين ديالنا هذا مستجد عادي في سياسات العمومية يسيقوا بكل صدق الولايات المتحدة الأمريكية كتر كيت راح علامة استفهام راح شعوب تراقب واليوم الشعوب في المنطقة العربية راح شعوب ساعدة وراها كتعود تعيد النظر في العلاقات والتحالفة دياله وراكتلاحظ اليوم شكل من القوى العظمى كيتصرف بمسؤولية وبالتزام يدافع على مصالحه عنده الحق نمشي بعدي ذي التناور دياله ولكن كينة توابيت تخسط كل يوم ديال السياسة الدولية بكل صدق نحن كمواطنين أحرار مغاربة ومواطنين ديال العالم كنترحوا سؤال كبير اليوم على وش الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بمسؤولية وكتدرك المخاطر المحضقة بالعالم إلى التساهلات مع نزاعات اللي قابلة للحل السياسي وفي نفس وقت كتساعد الأطراف أنهم يمشيوا للحل السياسي المتفوق كتر ما أنه كتميلوا ح الطرف وكتعطي فرصة كتر أنه يناور وأنه يرجعنا للتوتر ومنطقة غنية على التوترات فيها ورحنا شفنا شفنا الإضعاف ديال الإخوان ديالنا في المخيامة ديال تندوف اللي لو عرض اليوم لجميع التيارات الهدامة والعنيفة والإرهابية واللي هما ضحايا ديال هذه المسألة هذه قبل ما يكونوا بتبطح المسؤولين عليها فأنا كنقول لده والسؤال إذن كنا المسؤولية الوطنية قصت قوة والتعزز والتعقل والتمأسس وكنا في نفس الوقت المؤسسة للمسؤولية الدولية خسنا نضغطو فيها والتيقة الأول هي بشعبنا والتيقة هي مع بعضنا البعض وقوتنا خسنا نعوده على ريوصنا أولا أستاذ بناتق نفس الإطار أنا بالنسبة لي طبيعة الحال وصلنا درنا تشخيص نقشنا عمق الأشياء عدنا تقاف الشعب المغيبي اللي دائما حضر في كل لحظات الوطنية الأساسية وفي نفس الوقت مزيان هذه المبادرة الأمريكية بين إيجابيتها خلتنا نقش العمق الأشياء أنا أنا أقول شوف دمنا الحكم الداتي المجلس الاقتصادي والبيئي طرح إشكالات كبرى يمكن تكون منطلق في سياغة تصوات استراتيجية لمشروع تنمية الأقاليم الجنوبية المسترجعة مزيان يمكن يدفع بنا غداء نقش بهدوء خارج الحسابات السياسوية المفهوم الجهوية أنا أتكلم أن يكون عنده غداء مقاعد تسدريبة مغربية خالصة بلد يا أستاذ أنا أتكلم أن تقول انتخابات بحل السنسور تطلع وكتب تطلع وكتب تطلع عبيرة مالوطن دائم انتخابات السنسور تطلع كل يوم تقدم نفس المصعد لكن دولة دائمة وقائمة وفرم صالح يجب أن نفكره في جهة متقدمة ولماذا لا؟ نعطب مع الحكم الداتي تكون الأقاليم مسترجعة كنموذج دنموي حقيقي سوف نعود للآلية انظر الدستور لدينا متقدمة ولكن للأسف تنزيله في ارتباك تذكرنا عن المجلس الأعلى للأمن كان في الدستور الناس يعتقدون الأمن في مضيق الله كبير أمريكان لديهم مجلس الأمن القومي رفيق أوباما لكن قررت من يمنع أن تنزيل هذا المجلس الأمن؟ ومن ثم تركيبهم يضيفهم تركيبهم ويكون لديهم ملفات الأساسية وهو متابعة ملف وحدة طرابية في أفقه لماذا؟ أنا أعطبك مثال وهذا يبقى نقاشرين وخباوي لم أفهمت الشرس لماذا أريد أن نفت على ألمانيا والسويسرا أنا لدي ماري تلفلية لأنني أقول لأصدقاء الصحراء كما تحدث في هذه 20 سنة تحدثت في روسيا وإسبانيا وفرنسا وأمريكا وإنجلاطيرا هذه هي للمبعوث الخاص والأمين الذين يخلقوهم لكي يكون واحد الفضاء لمحاولة خلق جملة ملتقى مما بين المغرب والبوليزاريو الآن روساج قال حقا غامشين خبار ألمانيا وروسيا وسويسا وكان عفد الناس هذا نماديج أخرى بعيدة عننا في مقابة الأشياء وما شيء مخاطرته أنه تدخلنا بعض العناصر التي ترتبك في ملف ويغداء ستركم هذا لذلك إذا كان لدينا واحد الآله في حل المجلس والذي كان في الدستور والذي صوتنا عليها تطلب تنزيل يجب أن يكون لدينا فضاء دائم في ما هو الدستور المنصوص عليه وفي أهل الخبرة أهل الاختصاص أهل الذاكرة أهل المنهج البداغوجي أهل كذا ويجب أن نكون بشكل منتظم هذا المجلس كما جهود مزيان المجلس البيئي والاقتصادي يجب أن يقوم تقارن صاحب الجلالة وتعتبرك مرجعية تفعيل ذلك يتمع عن طريق الآليات إما حكومية إما آليات الدولة إما آليات المجتمع المدني إذا نحن نكون في موقع وقد قلت لك هذه المبادرة الأمريكية أو جزم أمريكا رأي الإيجابي فيها رأي حركتنا لأول مرة بعد 20 عام وقامنا في موقع هجومي وأنا كنت أذكر رجاء وأنا سأختم وقد كنت أخطأ وقامنا في بيكرة بيكرة وقدم مقترحة ذاتي للمقترحة ذاتي جواب على بيكرة جوج بيكرة جوج كان عنده خطة أخطأ من هذه الذكروني نهار كنكونوا في موقع هجوم الآخر كين كامش نهار حنا كن بدلوا مجود دين نية كتم القياس الآخر كيبغي يستغل باش يدي مواقع طيب في نفس الإطار وعلى ذكر النية والمخاطر أستاذ مانار هل يمكن أن نتوقع في حال تأزيم أو تأزم الوضع سواء ديبلوماسيا أو ميدانيا هل يمكن أن نتوقع أن تغامر الجزائر عسكريا في المنطقة من خلال البوليزاريو هل هذا السيناريو ممكن شوف تقرار اللي كينة والتحليلات الأمنية اللي كينة في المنطقة توقع أي شيء من الجزائر إلا حرب مباشرة مع المغرب لأنه كين توازن هذا مسألة ولكن توقع أنها يمكن أن تدفع البوليزاريو في أي تجاه الآن كينة اشتغال على اليأس اللي لاحظة هو أنه من اللي كترجع للتصريحات ديال البوليزاريو كتلقى بي أنهم كيقول كودي إحنا ما رقيناش مسؤولين على هاد الشي هاد 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 خرج مني ديانة كينة اشتغال على تجاه ديال اليأس ومن اللي كيقول اليأس أنه توقع هاد المسألة كينة هاد القضية ديال التطرف كينة اختراق هنا رأى بزاف ديال ناس كيقول كودي هاد الربط اللي كيدير للمغرب وكذا خلس يكون واحد الفهمنا رأى في التنظيمات هذي اللي كنسمي واحد المتطرفة في هالناس اللي متشبعين بالفكر وفي هالناس اللي العاملين في القاعدة كنسميهم الخدامين مع القاعدة من البوليزاريو كينة واحد المجموعة اللي خدامها هذي تقارير محايدة خدام 400 أورو تل 500 أورو في شهر خدام بمعنى هذا هذا اخترا وظيفة لأنه اسميه القاعدة عندها ميزانية ديال تقريبا هذي وظيفة بمعنى هذي تقارير ماشي يقول المغرب هذي تقارير ميداني اللي الدرت خدام بهذه الطريقة إذن توقع توقع في هذه العملية كما كي ليبيا مثلا الحالة اللي وقعت هذو ناس يمكن يدير أي شي إذن توقع أنت الجزائر أنا كما قلت لك المواجهة المباشرة غير وريدة ولكن مغامرات عسكرية في هذا الاتجاه ممكنة غير نحاول نستعد والعنصر المفاجأة مكيش في العلاقات الدولية ما نلقوش قلسين نقول الله هذي مفاجئ توقع أي شي توقع من هذه الدول هذه مصالح تتغير يوميا ثم نتابع الواحد مسألة ما كيش احنا كتشوف مثلا هذا الموقف كتقولك بأنه يهدد استقرار المنطقة ومغرب إذن كين دول الخرى التي ترقب هذه العملية وإلا كيف كنفصرها التصدع لكين حتى داخل الإدارة الأمريكية ولكن رجال واحد النقطة ترى ما أخصنا استراتيجية أنا اليوم فين في هذا الميل فين وفين بغي نوصل به وإشنا الوسائل اللي غنستعمل أنا اليوم فين بمعنى إحنا فين 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 مزيان هذه كتفيق شوية فين حناية وفين بغي نوصل وإشنا هي الوسائل عدنا الدستور عطانا الاسمية الجيهوية الموساعة هنا عطينا المقترح دي الحكم الداتي البوليزاريوم يجي تتفاوض يجي سب وصافي ما يتفاوض ما يتفاوض إذن كنزيد خطوة أخرى نموذج التنموي يعمل عليه لأنني أعطيت هذه المنطقة لأنني أعطيت هذه المنطقة أعطيتها النموذج التنموي وإعطيتها جيهوية موساعة صافي أنا أدغي يجي البوليزاريوم يقول يريد تفاوض مع هؤلاء سكون هم تفاوض هؤلاء هؤلاء عندهم السمية وهم أعطي أنا دولة لعندي السيادة لنرجعنا لا أعرف في وقت يضرب كي يقول كلمغريب جاب المسألة جهوية وكذا كان كي يلح على هذه المسألة حنا شوية بحل اللي قلتي مع النقطة الأخرى وهي ديبلوماسية تغير أبان بأن الهجوم يجعل نتائج أنت دولة التي لديك الموقع الجيو استراتيجي مزيان دولة الأكثر فهم دولة الأكثر فهم الأمن في المنطقة المخطرة اللي كان أكثر فهم راجعت عن طريق الفرسيين وحتى الأمريكيين إذن هنا ندوز للمسألة ديال الهجوم كان المسألة اللي قلت وهنا في حاجة الآن في هذا الوقت المجلس الأعلى ديال الأمن هذا هو الدور دياله ما شي الأمن أنا متفق معك هرى الأمن الشمولي ما شي الأمن هو الأمن هو حلمي تقول الأمن الوضعية دياله أمن في الماكينة هذا دور دياله يكون شكرا المستقبل أستاذ مانار المغرب بإجماعه بصحرائه بإصلاحته السياسية بسمعته الدولية الجزائر بنفطها وغازها وملايريها يعني هذين المصارين كيف نتوقع مستقبل نزاع الصحراء النفط ما كيف قاش دائما طالع في الأتمان والجزائر من اللي دخلت في الأزمة را كان نفط هبط ومن اللي أعطات الرأس للمغرب را كان ذيك الساعة كان نفط هبط نفط ما شي دائما ثم كينا دراسات خطيرة را كان الآن اللي كيقول إرحل يا نفط في الجزائر را كان كينا كتابات اللي كيبشيف هالتيجا كيعتبروا هذا النفط بأنه نقمة لأنه كيف شن يستفاد من النفط وش كتعرف سونتراك شحل وظفات سونتراك شحل 50 ألف جزائر اللي كتوظف سونتراك هذه دولة وسط دولة النفط عندهم الآن هما كين مشاكل بدأ عندهم جيل شك يطلب هذا الجيل هذا الجيل فهم بأنه خصو يعيش حتى هو متفقاش وحد الفئة اللي كتعيش كين مشاكل داخلية عند الجزائر ومؤكد مع مرور الوقت أنها إلا ما بقي نشكر را تضو فخص نفتح الحدود وكذا أنا متفق على قضية المغرب العربي لأنها تنظيمات الإقليمية هذا من تنظيمات الإقليمية الموضة طاربة اللي عند جميع الإمكانيات ديال التكامل ما فيها التاريخ وكيد لكيدر دراسة كين جاي هادشي هذا ولكن الوضع ديال نرى تابت نحن الآن في موقع قوة ولو يبقع اللي يبغي يوقع نحن في موقع قوة وجبهة داخلية طيب مستقبل النزاع لا مستقبل النزاع هذه مسألة واضحة ما محتاج لقاء نتكلم على المغرب قضية الوحدة الترابية ماشي موضوع ديال المساومة وللمزايدة المغرب كان جدي في هذا الباب هذا إحنا قد نكونوا حازمين مع جميع الأطراف في هذا الموضوع الإخوان ديالنا في الجزائر الإخوان ديالنا في الولايات نكونوا حازمين في نفس الوقت ما قد ندخلوا في ردود الفعل على التشي واحد تدريجيا احنا كانوا وعاو وكنستوعبوا بأنه راه القوة ديالنا هي اتقى في بعضنا البعض وهي تمكين الكرامة ديال المواطنين وتملكهم البلادهم وإحساسهم بها في نفس الوقت بريت نشير المغرب وغرجحت الخطاب دي جارة الماليك في المسيرة احنا كان اعتبرهم نفسنا مسؤولين للإخوان ديالنا اللي في مخيمة تندوف لأننا كان اعتبرهم مواطنات مواطنين المغرب كان اعتبرهم في إطار الحرية في إطار الكرامة ديالهم وليد احنا معنيين وكيألمنا وكيضرنا وكان اعتبرهم نفسنا مسؤولين للقوة حد الحل اللي كيضمن الكرامة وكيضمن الحق والحرية ديال جميع الإخوان والأخوات ديالنا الصحراويين والصحراويات هذه مسألة احنا او التاني احنا كان اعتبرهم نفسنا مسؤولين للإخوان ديالنا الجزائريين وما غنديروش رضو الفعل للحكم الجزائريين احنا ننتامين لمستقبل وكنتامين والداكرة مشتركة وما غنكونوا حازمين غدينتصدى ولكن غدتبقى أيدينا مدودة هاد طرح دينا المغريب أنا كنتم منه المغريب اليوم من خلال لعن المستوى المؤسسة الملكية أو الحكومة أو الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني احنا حاسمين في الموضوع دينا الوحدة التورابية في نفس الوقت احنا كان اعتبروا نفسنا معنين ومسؤولين على الوحدة المغربية في نفس الوقت احنا مسؤولين على إيجاد حل عادل كيحمي وكيضمن السيادة التابية دينا المغريب ونوحدة التورابية دينا المغريب وكي يعطي الإخوان والأخوات دينا الصحراويات والصحراويين كل الطمئنة في نفس الوقت ما غن ندخلوش في رضو الفعل على الأطراف الدولية ما غير ندخوش لها ولكن احنا اللي خصنا فقط خصنا نتعلموا خصنا ما نكررواش الأخطاء خصنا نمشيوا للمأساسة نمشيوا للتقاسم نمشيوا للعمل المشترك وما زال كنأكد نمشيوا للتوسيع وتمكيل المشاركة وخاصة للأخوات والإخوان دينا في الأقاليم الجنوبي إذن ما وقعه ليس أمرا بسيطا وعابلا في نفس الوقت ليس هولا أو تهديدا لوحدة التورابية هو واحد المعطاء تطرح بأنه عندنا رد فعل جيد ليه ولكن اليوم ما بقى هاش مسموح عندنا أوراق رابحة خصنا نستغلالها يعني كاملة أنا بالنسبة لي مجموعة للأشياء أولا سيكون عندنا من ثابت من التوابت ليس في مصلحتنا إضعاف الجزائر وليس في مصلحت الجزائر إضعاف المغرب هذا شوف هذا تكامل وتوازن وقد نكون في قاطعة بينات الأحداث الأخيرة من خلال الربيع العربي أن إضعاف أي دولة يؤثر على المنطقة ككل ونحن جزء من المنطقة باقي كان نعاني من كان نظام مورطاني في خلال وعانينا لنا وتنعاني وحتى باقي ما كانت تحولات عميقة لغا تعطي دولة ليبيا قوية ومعنين ما يقع في تونس ومعنين ما يقع في ميصر إذن من غير لمشي عقالة لكي اعتقدوا إضعاف دولة وانت مجاني برغا تكون صالحك لا أبدا إذن أنا بالنسبة لي شخصيا تابت من توابت أن أريد جزائر قوية وأعتقد أن العاقل سيسعى أن يكون مغيب قوي هذه النقطة الثانية نحن في الصحراء يأهم ما غنمشي وخصا نتشبتو به بحل تفاوضي مقبول متفق عليه انطلاقا من أرضية 1990 اتفاق إذا كان هذا المصار نحن خصا نكونوا داعمين ليه ونكونوا نتحركوا فيه بشكل إيجابي إذا ما كان هذا المصار نحن في الصحراء دينا ومغي خافشنا حد لأنها قضية شعب وإلا ما تنقول لش في موزايدة أعطيني شي دولة التي تجمع في أسبوع ثلاث مليون ديناس بلا لوجيستيك بلا أولو أشوف فأنا نعطيك اللي نعطيك السيوسف ونحن نجربين شي ميدانيين كتجمع غير عشر ألف عشر ألف كتتوليك هذا هنا فبالأحراء يأتي ثلاث مليون بشكل تلقائي ويأتي الضار بيضاء ويأتي المسيرة رجاءوا لأن كل واحد فيهم يعتبر سجون ديد القضية إذا حسنوا المسألة الأخرى رجاءا خسنا المكوين الصحراوي المغربي نفتح مع نقاش حول قضايا متعددة وهذه القضايا متعددة هي اللي غا تخلينا نحسو أشكي حس به إخواننا الصحراويين تماما وأنا معا نمشي وكل التجاهات نتناقش معها داخل مادم أننا مغربة دائما كنا في أطرح نقول لها في الأمم الشركية نحن نقول لها هنا ونحن نحن بسيوس اعتبرنا البوليزاريو حركة معارضة مسلعة ونحن حركة معارضة ديمقراطية يا إخوان نحن تسلح راكين هامش تحرك مغرب وش متناقش وكل حركة معارضة إذن بهذا نأتي إلى ختام هذا البرنامج الخاص كما يعني تفضل الضيوف الكرام الصحراء مغربية يعني هذا ليس كلام عاطفة أو كلام مزايدة المغربة في صحرائهم والصحراء في مغربها يعني الشكر الجزيل لضيوفي الكرام الأستاذ منار الأستاذ مصر الأستاذ بنعتيق بهذا مشاهدين الكرام نأتي إلى ختام هذا البرنامج الخاص الذي تنون فيه آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية على ضوء تطورات الدبلوماسية الأخيرة شكرا لطيف المتابعة وفي أمان الله شكرا لطيف المتابعة شكرا لطيف المتابعة